تحت شعارات إخراج القوات المحتلة واستكمالا لأحاديث السيادة التلفزيونية يراد للعراق ما هو أبعد مما ينطق به ساسته أن يكون تحت وصاية وأي وصاية إيرانية أم أمريكية على وقع طبول الحرب الكلامية المتصاعدة بين واشنطن وطهران تهتز رؤوس شركاء العملية السياسية في العراق بالتناغم مع أحد القارعين ولأن إيران كانت الأعلى صوتا والأكثر حضورا بانتصارها بتشكيل الحكومة كما يقول مراقبون فإنها انتقلت من قصف قنصلية واشنطن في البصرة بحسب كلام وزير الخارجية الأمريكي إلى مرحلة إخراجها من العراق ككل ولم تجد إيران أكثر ممثل لها من لسان نواب البرلمان للتعبير عن هدفها بغطاء حكومي فالنائب في البرلمان سعد حسين تحدث عن توجه لدى الكتل السياسية لتشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق مؤكدا أن مصدر التشريع هي الكتل الممثلة للميليشيات لكن في المقابل تحاول واشنطن البحث عن ضمانات لبقاء قواتها في العراق بحسب صحيفة العرب الجديد الصحيفة كشفت عن تحركات استباقية تجريها قيادات عسكرية وأطراف في وزارة الخارجية الأمريكية نحو قيادات سياسية شيعية لمنع أو عرقلة خطة توافقية سابقة بين تحالفي سائرون والفتح تتضمن تقديم مشروع قانون في البرلمان يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق منتصف العام القادم مصدر حكومي رفيع نقلت عنه الصحيفة قال إن المشروع كان بندا توافقيا بين تحالفي الفتح وسائرون من ضمن حزمة اتفاقات جرت خلال مشاورات تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن المشروع قد يقدم بعد الإعلان مباشرة عن التشكيلة الوزارية لا سيما وأن العباد كان معرقلا له ومحذرا من خطورة خروج القوات الأمريكية من العراق أما التحالف الدولي فقد أكد في وقت سابق أن القوات الأمريكية باقية في العراق طالما اقتضت الحاجة والضرورة لذلك ولذلك الإصرار ثمن لن تدفعه واشنطن أو طهران وحدهم العراقيون وقود لمعركة لا نقتلهم فيها ولا برميل نفط